حالة من الذعر والخوف خيمت على عائلة الطفلة زينب البالغة من العمر 12 عاما في محافظة النجف المصابة بمرض الثلاثيمية والتي تعرضت لتدهور في حالتها الصحية بعد أيام من أخذ جرعة العلاج المعتادة لتؤكد الفحوصات الطبية إصابتها بفيروس الإيدز زينب مصابة بالثلاثيمية من عمره 6 شهر فندير دم صار 12 سنة العام تخربطت تمرضت صارت تحسس فسونا زينب علي بعض الفحوصات طلع بيها التابة كيفية الفيروس وطعبة تصل بي أبو مختبر الصحة العامة قال جيب لزينب أخذ الزينب ورحني سحب عينات عينتها من الدم أرسلها لبغداد جت خابرنا بالعوز المناعي قال تعال جيب العائلة فأخذوا عينات من الدم لعدنا فثبتت بين بل زينب مصابة وانطهى إلى جمع العوز المناعي من شهر السادس وهذه التقارير الطبية التي تثبت بين زينب وصابة بالعوز المناعي لأيدز قصة طفلة زينب ومعاناتها مع مرض الثلاثيمية وإصابتها لاحقا بمرض الإيدز بثت الرعب بين مصابي مرض الثلاثيمية في النجف وكشفت حجم الإهمال الحكومي في القطاع الصحي مما دفع المرضى إلى التندر من التصريحات الاستعراضية لرئيس الحكومة الحالي محمد السوداني خلال زيارته للمستشفيات أنا أحد مرض الثلاثيمية في النجف العشرف نسمع بمرض الإيدز بالأحياء والدراسة الآن مرض الإيدز صارويانا بالثلاثيمية لا نعرف ما هو السبب منه المقصر تعال شوف مستشفى الزهراء تعال شوف مرض الثلاثيمية ما تقول بعد؟ الله لا يخليك ما تقول بعد؟ لكن الله لا يوفقك ما يصير أنا من كل 25 يوم أدير دم فنحن لا نعرف ما الأسباب تموت عندنا مرضى الثلاثيمية بكثرة بالشهر جاء موتون أربعة أو ثلاثة فنحن لا نعرف ما يوقفين نحن الصح على السراء لا أدري والوضعية تعبانة مركز الثلاثيمية وخوف عد المرضى والمرضى تعبانين والمشتكة لأله إذن ها هو مرض العوز المناعي الإيدز يطرق أبواب مرضى الثلاثيمية في محافظة النجف متسببا بحالة خوف وهلع في صفوفهم وما قصة طفلة زينب إلا شاهد على حجم التدهور الخطير بالقطاع الطبي العراقي ترجمة نانسي قنقر